السلام عليكم فضلاتا نشوف ازاي نعمل شكل بسيط جدا عبارة عن شكل مثلا مبنى استوان وفي حاجة بتلف حواليه كده زي مثلا درج الكهيرا مثلا حاجة زي كده طيب حاجة نعم فايل واقول له اليوم واقول له وتقدر تختار الماس تحتك بالشكل دوت وبعد كده هتقول له انا عايز ارسل استوانها هيط السيركل دي هقول له كريت فورم بيقول اللي عايز على شكل كورة اقول له على شكل استوانة فبقول له على شكل استوانة وهبدأ ارسل بشكل دوت وبعد كده هو عمله على قطعتين بشكل دوت هتقدر اعمل سيكت واقول له اسمهم لي اللي عادة كبيرة شوية فهقول له بدل مهم اتناشر خليهم مسلا خمسة وين خمسة فبيقسم هم لي على هيط خمسة طيب هنا هتلاقي ده اول صف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هو بيقسمهم فنحن عايزين نشوف بداية وين هيط فين طيب دوت هتعمل سيكت مسلا عن جزء دوت وهاجي هنا على سيرفز واقول له انا عايز النوت على سيرفز يبدأ يضيف لنغة اقدر اتعامل معاها بالشكل دوت طيب انا عايز ارسم شكل يبدأ يلف كده وبرضو شكل يلف بالعكسي وهكذا فهقول له فايل واقول له انا عايز نيو فاميلي ممكن تجيبها برضو من قصو شوية الماسي وهدخل هنا واقول له انا عايز الجينيريك موديل اللي هو اه ادابتف وبين طيب عايز ادب اضيف النوت بتاعتي اقول له هو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طيب دلوقتي بقى هعمل سيكت عليهم النوت ديت واقول له ميك ادابتف فيبدأ اي رقام هوملي زي ما انت شايف اي كده طيب النوت ديت ممكن اقول له بعد كده انا عايز اخلي فيه سبيلاين بينهم فهدف لي سبيلاين بشكل دوت وزي ما قلنا الترتيب مهم طيب وبعد كده هقول له انا عايز ارسم مثلا على المزعي ديت اقول له انا عايز ارسم سيركل بشكل دوت طيب هعمل سيركت علي السيركل وعلى الخط واقول له فيبدأ يرسمولي بالشكل دوت طيب اقول له واختار الفام اللي كنت شغال فيها وقول له اوكي وابدأ بقى اضيف الحاجة اللي انا عايزها اقول النقطة تاني نقطة تالت نقطة ربع نقطة هي اخر نقطة فيبدأ يظهر معايا دي الشكل دوت وتقدر تضيف مرة تانية وثالتة ورابعة في نفس الاتجاه وفي عكس الاتجاه زي ما انت عايزي في اي لاحظة عايز تقول له انا عايز ارسم فاملي جنراتف موديل فاملي تختارها وتقول له create instance وتبدأ بقى تختار يعني ممكن تختار مسلا تشكل العكسي اهو شكرا تقدر تقرر نفس العملية دي بحيث تطلع لك الشكل